سأعقد مقارنة صغيرة بعد الشيء بين ثلاثة أشخاص مختلفين في ثلاث حالات مختلفة في الحالة الأولى لديكم شخص جالس في الحالة الثانية لديكم شخص يمشي وفي الحالة الثالثة لديكم شخص يركض بنشاط تخيلوا أنكم ألقيتم نظرة على الخلايا القلبية لهؤلاء الأشخاص سأرسم لكم الخلايا القلبية لهؤلاء الأشخاص الثلاثة وأريكم ما الذي قد تفعله هذه الخلايا لديكم هنا خلية قلبية وسأرسم العصب الودي أيضاً وسأكتب حرف S كاختصار له أما الخلية القلبية فسأختار خلية القلب البطينية كمثال للتوضيح فقط سأذكركم فقط ببعض خصائص الخلية البطينية التي تعرفونها هذه الخلية البطينية متفرعة ولديها نواتان صغيرتان ولديها بعض المستقبلات على سطحها التي تنتظر إفراز نور أبنفرين من ذلك العصب الودي الآن داخل تلك الخلية القلبية قد ترون بعض الأكتين وسترون عند نهايات الأكتين خطي Z لديكم هذا الأكتين الذي يشبه الحبال الصغيرة ويوجد في المنتصف الميوسين وكما تذكرون لدى الميوسين مجموعة كاملة من الرؤوس التي تعمل على سحب الأكتين إضافة إلى خطي Z بحيث يكونون أقرب للمنتصف لذا فإن رؤوس الميوسين هذه تنتظر ما يحفزها وهو الكالسيوم المرتبط بالتروبونين C ويبعد التروبوميوسين عن الطريق هذا هو الأكتين هنا في الأعلى والميوسين هنا في الوسط وأخيراً هذا هو الرابط البروتيني تذكروا أن هذا الرابط يربط الميوسين بخطي Z تذكروا خط Z هو هذا الشيء عند نهاية الأكتين دعوني أحدده لكم هذا هو خط Z وهو مرتبط أساساً بحبال الأكتين هذه سيتم استخدام حبال الأكتين هذه لسحب خطي Z معاً هذا هو ما تبدو عليه الخلية سأقوم بعمل عدة نسخ من هذا الرسم من أجل استخدامهما لتوضيح الحالات الأخرى هكذا يمكنكم رؤية الحالات الثلاث جنباً إلى جنب وكذلك رؤية وضع الأكتين والميوسين وخطوط Z لهذه الحالات الثلاث الآن ماذا سيحدث في الحالة الأولى؟ في الحالة الأولى يقضي الشخص بعضاً من الوقت وهو جالس ولا يكون الشخص تحت تأثير الأعصاب الودية كثيراً بمعنى لا يكون هناك أي إثارة من الأعصاب الودية وافترضوا أن هذا الشخص لم يركد ولم يتعرض للخوف بالتالي فإن الكمية الطبيعية من الكالسيوم التي تدخل الخلية عندما يحين وقت الإنقباض ستكون قليلة عند النظر إلى الرسم الآخر تدخل كمية بسيطة من الكالسيوم إلى الخلية لأن كمية قليلة تدخل عبر القناة حيث أن تلك القناة لا تنشط بأي شكل من الأشكال يرتبط ذلك الكالسيوم هنا وأيضاً يرتبط هنا وكذلك يرتبط هنا وهنا تذكروا عندما أقول يرتبط الكالسيوم هنا يعني بذلك أنه يرتبط بالتروبونين C ماذا يحصل بعد ذلك؟ دعوني أرسم جدولاً صغيراً هنا على هذا الجانب سأكتب هنا نسبة رؤوس الميوسين التي تعمل إذا أحصيتم عدد جميع هذه الرؤوس ذات اللون البنفسجي سترون أن هناك عشرون رأساً لذا هذه هي نسبة رؤوس الميوسين التي تعمل ماذا سيحدث في هذه الحالة؟ تلاحظون أن الكالسيوم قد ارتبط بأربعة مواقع وهذا الارتباط لن يدوم طويلاً في مرحلة ما يتم إرجاع الكالسيوم إلى الشبكة الساركوبلازمية أو يتم طرده خارج الخلية لكن في الوقت الذي ينقبض فيه القلب في تلك الفترة القصيرة كما عدد رؤوس الميوسين التي ستعمل لديكم أربعة رؤوس يعملون وهذا يعني أن هناك ستة عشر رأساً لا يعملون بالتالي يعمل أربعة رؤوس من أصل عشرين رأساً هذا يعني أن نسبة رؤوس الميوسين التي تعمل تساوي عشرون بالمئة وهي ليست نسبة كبيرة لكن ما الذي سيحدث؟ تعمل رؤوس الميوسين الأربعة على سكب الأكتين بهذا الاتجاه وذلك الاتجاه وبهذا الاتجاه وهذا الاتجاه وستقترب خطوط Z من بعضها أكثر دعوني أوضح تلك النقطة جيداً حتى لا يختلط عليكم الأمر بالتأكيد ستقترب خطوط Z من بعضها لكن سيستغرق الأمر بعضاً من الوقت يمكنكم أن تفكروا بهذا الأمر كما لو كان هناك أربعة أشخاص يسحبون حبلاً لن يكونوا بنفس الكفاءة عندما يجتمع عشرين شخصاً لسحب الحبل سأنتقل الآن إلى الحالة الثانية في هذه الحالة افترضوا أن هذا الشخص يمشي للاستمتاع بيوم جميل ولذلك هناك القليل من النشاط وهذا يعني هناك إثارة للأعصاب الودية قليلاً ويتم إطلاق القليل من النواقل العصبية يطلق على هذه النواقل اسم نور أبنفرين يفرز القليل من هذه النواقل في المنطقة ما بين العصب والخلية القلبية ثم يرتبط بأحد المستقبلات على سطح الخلية بالتالي يؤدي هذا إلى استثارة أحد المستقبلات كما أنه في أثناء انقباض العضلة يدخل الكالسيوم إلى الخلية لكن بما أن ذلك المستقبل أصبح الآن مثاراً فهذا يسمح بدخول بعض أيونات الكالسيوم الإضافية معنى ذلك أنه تم تنشيط القناة وبالتالي تسمح بدخول المزيد من الكالسيوم عبرها في حال دخول المزيد من الكالسيوم ماذا سيحدث في الخلية؟ لذا ألقوا نظرة هنا على هذا المخطط يدخل الآن المزيد من الكالسيوم ويرتبط بالأكتين اخترت مواقع الارتباط بشكل عشوائي افترضوا أن هناك ستة جزيئات من تروبونين سي على هذا الجانب من الأكتين وستة جزيئات أخرى على هذا الجانب افترضوا أيضاً أن أربعاً منها هنا في الأعلى واثنين منها هنا في الأسفل وبهذا لديكم هنا جزيئات التروبونين سي هذه التي ترتبط بالكالسيوم وبالطبع هذا يعني أن هذه هي رؤوس الميوسين التي ستعمل وهكذا بالإجمال كم عدد رؤوس الميوسين التي ستعمل الآن بدلاً من أن تعمل أربعة رؤوس فقط أصبح لديكم 12 رأساً من الميوسين يعملون من أصل 20 رأساً أي بنسبة 60% ارتفع عدد رؤوس الميوسين التي تعمل بالفعل إلى حد كبير كما في السابق سيتم سحب خطي زاد لكن في هذه الحالة ستكون عملية السحب أكثر قوة لأن لديكم عدداً أكبر من رؤوس الميوسين التي تشارك فعلياً في سحب خطي زاد هذا مثير للإهتمام فعلاً لأنكم الآن يمكنكم أن تروا أن هناك المزيد من القوة التي تساهم في انقباض القلب نتيجة تحفيز العصاب الودية لذلك يمكنكم الآن أن تخمنوا ما ستكون عليه الحالة الأخيرة في الحالة الأخيرة يكون الشخص الذي يركض متحمساً الآن في هذه الحالة بدلاً من إطلاق القليل من النواقل العصبية سيطلق الكثير منها سيطلق الكثير من النور إبنفرين وتصبح جميع هذه المستقبلات الثلاثة مثارة لأن جميع نواقل النور إبنفرين هذه تسمح بالمزيد والمزيد من إثارة الخلية بالتالي مع وجود جميع نواقل النور إبنفرين هذه سيتم تنشيط قنوات الكالسيوم لذا تدخل أيونات الكالسيوم عبر القناة لكن في هذه الحالة عندما يكون هناك انقباض بدلاً من دخول القليل من الكالسيوم سيتضفق الكثير منه داخل الخلية يحدث هذا الأمر بالطبع أثناء انقباض العضلة لذلك مع وجود جميع أيونات الكالسيوم هذه هنا سوف تذهب وترتبط بالتريبونين C في أي مكان يمكن أن تجده سيرتبط الكالسيوم بجميع أماكن التريبونين C وتصبح جميع رؤوس الميوسين هذه مثارة لأنهم الآن أصبحوا جميعهم يعملون ومع هذه المجموعة الكاملة من رؤوس الميوسين التي تعمل سيكون 20 رأساً من الميوسين يعمل من أصل 20 يعني الجميع يعمل بنسبة 100% كنتيجة لذلك يمكنكم أن تلاحظ القوة الهائلة التي ستسحب خطي Z حتى يصبحها أقرب من بعضهما البعض لذلك في جميع الحالات الثلاث تقترب خطوط Z من بعضها البعض لكن تذكروا الفترة الزمنية التي يكون فيها الكالسيوم في القلب محدودة لأنه في مرحلة ما كما قلت سابقاً سوف يتم طرد ذلك الكالسيوم من الخلية أو يتم إعادته إلى الشبكة الساركوبلازمية لذلك عندما يكون الكالسيوم هناك فإن القلب سيعمل بأكبر قدر ممكن في الحالة الأولى هنا في الأعلى ستلاحظون أن هناك كمية قليلة من الطاقة التي تستخدم لأنه ليس هناك الكثير من رؤوس الميوسين التي تعمل بالفعل على تحويل ATP إلى ADP بالإضافة إلى الفوسفات ورمزه P فرؤوس الميوسين التي تعمل هي الوحيدة التي تحول ATP إلى ADP وفوسفات لذا في هذه الحالة يمكنكم أيضاً أن تلاحظوا بالإضافة إلى القوة هذه الطاقة القليلة التي يتم استهلاكها في حالة جلوس الشخص لذا تعرف هذه الحالة بالحالة ذات الطاقة المنخفضة حيث أن الشخص لا يحرق أي طاقة بينما في هذه الحالة عند الركض يحرق كل رأس من رؤوس الميوسين جزيئات ATP وينتج عنها الكثير من جزيئات ADP بالتالي هذا يعني أنها تستهلك الكثير من الطاقة تعرف هذه الحالة بالحالة ذات الطاقة العالية ولتلخيص ما سبق لا يستهلك الشخص كمية تذكر من الطاقة عندما لا يبذل أي مجهود بينما يستهلك الطاقة إذا بذل مجهوداً وكلما زاد المجهود زادت كمية الطاقة المستهلكة وبهذا ينتهي الدرس